اشتركوا في القناة من القرآن المعوذتين والفاتحة وأية الكرسي وخاتمة البقرة في كفية ثم يمتح ويواضب على هذا سبعة أيام فما وفوق وممكن أن تكتب المصابة أو يكتب لها الرقية الشرعية بميداد روحاني الميداد المباح وتغسل به وتشرب منه مدة سبعة أيام فما وفوق إلى أن ينقطع هذا الدم يمكن أيضا يكتب لها الآية الكريمة وقيل يا أرض بلعي مائك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين الآية 44 الموجودة في سورة هود والمحافظة على سماع هذه الصور لهي الفاتحة البقرة العمران ياسين صافات الدقان الذاريات الحشر المعارج الغاشية الزلزلة القارعة والمعوذات حسب الاستطاع يعني والمواضبة على الأذكار وممكن أن تردد المريضة هذه الآية قبل قليل وقيل يا أرض بلعي مائك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين الموجودة في سورة هود الآية 44 والله يا أحبابي في الله أن القرآن كل شفاء وصدق الله العظيم حين قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولكن لمن للمؤمنين به ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته